أول حاجة عايزة أسألك عنها يا بشوي أنت حياتك إيه بعيدة عن لغة الإشارة؟ حياتي بعيدة عن لغة الإشارة إن أنا دايماً ببقى عايز أعمل تنمية في المجتمع وتوعية عن الشخص الأصم يعني الشخص الأصم بالنسبة لي حتى لو أنا مش بتعامل بلغة الإشارة أو مش شغال الموضوع ده مع الناس أو في المحطات أو خلافه ببقى دايماً مندمج أكتر لحتة إن أنا حابب إن الناس كلها تفهم الإعاقة دي إيه سببها الشخص الأصم في المجتمع بيتعامل الزاي محتاج إن إحنا نتعامل معه الزاي التوعية هي دور أساسي أعتقد من شغلي ومن حياتي فده مهم جداً بالنسبة لي هي دي الحاجة أنا بعملها بعيداً عن الإشارة في حياتي وهي ليه علاقة بالإشارة بردو كله مرتبط ببقى طيب أنا عايز أعرف بردو حكايتك مع لغة الإشارة بدأت إزاي؟ إيه اللي خليك تحب الموضوع ده؟ هي حكايت بدأت من وإنا عندي 13 سنة هو طبعاً أنا أتولدت كان والدي ووالدتي صم ولحد سبع سنين أنا كنت بتعامل مع الأسرة زي بابا بتعامل معايا على إنه هو بيكلمني بالإشارة فبيقول لي مثلاً تتكيبته قاعدة تدخل جدتي المبكر هو السبب في إني مفكتش حاسة الكلام فكانت هي مثلاً تقول لي بابا وهو كان بيقعد يعمل لإشارة كده سبحان الله يعني الطفل هو صغير بيعني بيفهم الإشارة دي معناها الكلمة دي أو بتتقال في نفس الوقت فأنا لحد سبع سنين كنت بقول بابا كده كنت بقول ماما كده كنت بقول لها صوت وكلام لأن جدتك بتكلمها بالضبط لأن جدتي هي كانت بتتكلم بعد بقى لسبع سنين خلاص بقى مثلاً دور جدتي إن أنا خلاص هبتدي إن أنا بتتكلم معاها بس بابا وماما بتدي إن أنا أتكلم معهم إشارة بس هيا دي كانت بداية في لغة الإشارة من ناحية البيت أما بالنسبة للمجال عموما من وانا عندي 13 سنة من وانا عندي 13 سنة وأنا بشارك في المبادرات الخدمية والتطوعية اللي ليها علاقة بالإعاقة السامعية بس يعني كسبيشان نيد أنا بركز أكتر على الإعاقة السامعية مش أي إعاقة تانية لأن دي الحاجة اللي أنا دايما ببقى شايفة أنا ممكن أقدر أن أعمل فيها حاجة طبعا مش أقولك أن أنا كنت بتفرج على تيدي مثلا كان بيبقى كل تموحاتي أن أنا في يوم من الأيام ممكن أتاخد في لقطة كده بس أعمل أي إشارة كده وعدي في السكة بس يعني الحمد لله الواحد لما بيتعب ليا مشوار كتير تعبت فيه وناس كتيرة أمنت بيا وناس كتيرة صدقت فيا وناس كتيرة كانت شايفة أن هي رسالة مهمة أنا عمري ما كنت موجود مع حد لمجرد أن هو بيتعاطف مع الموضوع أو أن هو بيتعامل على أنه الناس دي مش واخد حقها فلا إحنا كان نوع من أنواع الشفقة لا بالعكس يعني إحنا في الأول وفي الآخر بنتكلم عن دور وحق وده المفروض يكون موجود ممكن يا ريهام يكون موجود في بلاد تانية أقدم وكتير ومن بدري وبالعكس يعني إحنا خدنا خطوات بدري قوي في الموضوع ومش متأخرين فيها على قد ما دول تانية ممكن تكون متأخرة بس إحنا دايما بنقول أن الأصحة والأحسن أن كل حاجة تكون متوفرة والحقوق تكون رايحة لكل الناس بشكل سوي يعني مظبوط ترجمة نانسي قنقر